على مقر جريدة اليوم السابع مع مرسلتنا مريم سميح ونتابع معها أهم أخبار الرياضة في الصحف والمواقع المحلية والعالمية صباح الخير عليك صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يعني طبعا زي ما انت قلت في بداية الحلقة النهاردة أنه هيكون معانا جولة صحفية وفعلا زي ما انت قلت برضو يا كريم أن لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وبارل ميونيخ المقرر لها غدل لاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية صحف العالمية كلها اتكلمت يعني عن هذه المباراة وهذه المواجهة كل الناس بتتكلم على أنه هو لقاء العمالقة ولكن خلينا نستعرض بعض العنوين الهمة جدا التي جاءت في هذا الشأن من بي بي سي الأهلي يحدد موعدا مع بارل ميونيخ في كأس العالم للأندية وكمان من ماركا الإسبانية الأهلي يلتقي مع بارل ميونيخ في كأس العالم للأندية وكمان من واشنطن بوست بارل ميونيخ يواجه بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية كمان من كيكر الألمانية الأهلي يتحدى بارل ميونيخ في كأس العالم للأندية وكمان من بيد الألمانية الأهلي يخصم بارل ميونيخ في مونديال الأندية في نصف نهائي كأس العالم للأندية بارل سيواجه بيكام وشريف من موقع اليوم السابع خالد مرتجي هناك تشابه بين الأهلي والباين ونحفز لعبين لتقرار سيناريو 77 أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك تشابه كبير جدا ما بين نادي الأهلي ونادي باين ميونخ من حيث الشعبية الكبيرة وكمان في تشابه لون القميص كمان قال إن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي يعني بيتحدث كثيرا مع لعابي النادي الأهلي وبيحفزهم وكمان بيحاول باين ميونخ اتنين واحد وكان بكامل نجومه كمان أضاف خالد مرتجي إن يعني شعبية النادي الأهلي بتؤدي إلى إن عدد كبير جدا من الأندية العالمية يعني بيتمنوا إن هم يتبدلوا الخبرات وكمان يعملوا نظام توأمة مع النادي وده اللي بيسعد جميع جماهير النادي الأهلي وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي كمان من خلال الخبر تقرر إن النادي الأهلي هيرتدي زيو التقليدي المكون من القميص الأحمر في المباراة المقرر لها غد الاثنين بعد اعتباره صاحب الأرض على أن يرتدي فريق باين ميونخ الأميس الأبيض والشورت الأبيض كمان النادي الأهلي هيرتدي الشورت الأسود حتى لا يتعارض مع الزيو الخاص بنادي باين ميونخ من اليوم السابع أيضا هولمن الأهلي قادر على الفوض شرط الدفاع وغلق المساحات أمام ليفا وساني كمان أكد يعني هولمن المدير الفني الأهلي السابق إنه سعيد جدا بمواجهة النادي الأهلي وباين ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية شايف إن المباراة هتضيف كتير جدا وهيستفيد منها كتير جدا النادي الأهلي طبعا ولكن قال إنه على النادي الأهلي أن يركز على الدفاع أمام ليفاندوفسكي وكمان سانيه وغلق المساحات أمامها ومحاولة تسجيل أي هدف كمان أضاف هولمن إنه يجب أن يلعب الأهلي بقوة كبيرة جدا أمام الفريق البافاري وتابع إنه هناك فوارق طبعا يعني لا تخفى عن أحد ولكن الأهلي قوي جدا مثل باين ميونخ وهجوم باين ميونخ قوي جدا لذلك على الأهلي أنه هو يركز ويغلق كل المساحات أمامهم واللعب كمان على الهجمات المرتدة التي يعني ستجني بثمارها خاصة مع تراجع ديفيد ألبا ومن الممكن وفي نسبة كبيرة جدا حاطتها هولمن إنه حقق النادي الأهلي الفوز في مباراة غد من بوابة أخبار اليوم كواليس سبع ساعات من الغضب البافاري والغيابات تضرب صفوف باين ميونخ سيطرت حالة من الغضب العارم على بعثة نادي باين ميونخ طبعا قبل الصفر للمشاركة في كأس العالم للأندية لأن الطائرة الخاصة بهم تأخرت عن الإقلاع لمدة أو لأكثر من سبع ساعات دون إبداء يعني أسباب واضحة وكمان عبر رومانجي الرئيس التنفيذي للنادي الألماني عن غضبه العارم مما حدث وقال إنه نشعر بأن السلطات المسؤولة في برانبورج منفصلة عننا تماما ولا يعرفون حتى ما يفعلونه بفريقنا خاصة أن الطائرة لم تقلع بعد منتصف الليل بقليل كما هو مخطط لها ولم يسمح للبعثة بالإقلاع إلا في الساعة السبعة صباحا كمان أضاف التقرير أنه الغيابات يعني العديدة ضربت يعني بعثة باير مونخ وفيه كثير من اللاعبين لم يسافروا على هذه الرحلة وده اللي ممكن أنه هو يأثر بشكل كبير جدا على يعني مباراة غد من موقع الشروق الشروق تنشر مواعيد وملاعب دور الاثنين وتلاتين لبطولة كأس مصر سحبت أمس السبت دور الاثنين وتلاتين لمسابقة كأس مصر عشرين 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 واحد وعشرين والتي أصفرت عن مواجهة الأهلي مع فريق النصر كمان استضم الزمالك مع فريق حراس الحدود ولن يواجه الأهلي زمالك إلا في حالة واحدة فقط هي حالة التأهل الناديين للمباراة النهائية من المسابقة وأصفرت القرعة عن احتمالية إقامة مواجهة نارية مبكرة بين الأهلي وبيرمدز في ربع النهائي دور التمانية كمان حال نجح الفريقين في تجاوز دور الاثنين وتلاتين ودور الستاشر من المسابقة من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره النصر يوم الجمعة 19 فبراير الجاري على ملعب استاد القاهرة أخيرا عايزين نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري وادي دجلة وغزة المحلة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا كمان الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة السبعة والنصف مساء أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي فتوتنام وهوتسبر ووست برومتش في تمام الساعة الثانية ظهرا كمان وولفر هامتون وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساء كمان ليفر بول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف مساء وأخيرا شيفلد يونيتد وتشيلسي في تمام الساعة التساعة وربع مساء دي كانت جولة من داخل مقار جريد اليوم السابع وطبعا اللي كانت كلها أخبار مهمة جدا وعنوين الصحف العالمية عن مباراة غد إن شاء الله اللي إن شاء الله الأهلي يرفع فيها رصنا بإذن الله اللهم أمين إن شاء الله خير بنشكرك شكرا جزيلا لزميلتنا العزيزة مريم سميح